إلى ذلك دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة المقبلة للإسراع في تقديم الموازنة وفق متطلبات المرحلة الحالية وأشارت اللجنة المالية إلى أن عدداً من النواب سيتابعون مع الوزارات إنفاق التخصيصات ومعالجة العجز الكبير المتوقع في قانون الموازنة مبينة أن لجنة تم تشكيلها في الحكومة تضم في عضويتها وزيري المالية والتخطيط ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وممثلاً عن رئيس الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع ولفتت اللجنة المالية إلى أن الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأعمال هو التسهير اليومي لعمل السلطة التنفيذي والأمور الطارئة وليس لها الحق في أرسال الموازنة أو حتى صياغتها مشددة على ضرورة أن توضع الموازنة على وفق البرنامج الوزاري الجديد بوصفها ضمن خطة العمل الاقتصادي للمرحلة المقبلة اشتركوا في القناة